حرّة حرّة عيران برّة 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 حرّة حرّة الانتفاضة التي اجتاحت المدن العراقية خلال الأيام الماضية كشفت عن تصاعد حدة الرفض الشعبي للهيمنة الإيرانية افطالب المتظاهرون بوضع حد لنفوذ طهران في البلاد لا سيما بعد سلسلة من التصريحات الاستفزازية التي مثلت خرقاً فاضحاً للسيادة والأعراف الدبلوماسية والاعتداءات المتكررة التي تعرض لها العراقيون في الآونات الأخيرة ناهيك عن الدور المدمر الذي لعبته إيران في العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 فإلى جانب المطالب المعيشية والاحتجاج على الفساد وترد الخدمات والبطالة دوت صيحات الشباب العراقي المنددة بإيران مطالبين باستعادة الهوية العربية للعراق وإنهاء تبعية الحكومة والطبقة السياسية لطهران وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي صور لمحتجين عراقيين وهم يحرقون العالم الإيراني صحيفة واشنطن إكزامينار الأمريكية حملت ما سمتها الدمى الإيرانية في العراق مسؤولية فشل البلاد في تلبية مطالب الشعب مشيرة إلى أن طهران عمقت يدها في العراق مع طبقة من السياسيين الفاسدين والكثير من البيروقراطيين غير الفاعلين وهي الأسباب التي دفعت العراقيين إلى الخروج في احتجاجات عمت أنحاء البلاد وعلى الرغم من اتفاق الحكومة في بغداد مع إيران على فتح مزيد من المعابر الحدودية أغلقت إيران حدودها مع تصاعد الاحتجاجات بينما تعكس التصريحات القادمة من طهران عمق المخاوف الإيرانية من مآلات الانتفاضة فالأوساط الإيرانية من ساسة ومعممين وحتى الصحافة بدأت بشن حملة ضد التظاهرات في محاولة لتشويهها بل إن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني أحسين أمير عبداللهيان قال إن هناك ما وصفها بأياد خارجية خبيثة تقف وراء ما يجري في العراق وسط أنباء عن زيارة سرية قام بها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والذي يعد المسؤول الأول عن الحضور بل والتوسع العسكري والسياسي الإيراني في المشرق العربي وليس في العراق فقط ويؤكد مراقبون أن سيطرة الإيرانية التقليدية على الساحة العراقية تواجه اليوم كثير من التحديات التي تعرقل إحكام قبضتها على الحكومة كورقة في يد النظام الإيراني مشيرين إلى أن اندلاع التظاهرات ضد إيران يعد مثالا على التعارض الصارخ بين الإرادة الشعبية وإرادة الطبقة السياسية التي باتت تواجه صعوبات غير مسبوقة في المواءمة بين المصلحة الإيرانية ومطالب العراقين الثائرين على الظلم والقهر والفساد المتمثل بالعملية السياسية ورعاتها